لقبول أعمالكم واستجابة دعواتكم وتعجيل فرج مولانا وولي نعمتنا بعد الله وآبائه الإمام صاحب العصد والزمان بقية الله ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد الله صل على محمد الثاني أفر الله الثالثة بأعلى أصواتكم الثالثة بأعلى أصواتكم السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين المشردين النائين لعن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين سلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلة نتروح يام أمير المؤمنين رواية تيجي تقول مستحب تزور الحسين ثم مل عند رأس علي وزور الحسين في نفس الزيارة هاي الجامعة غير زيارة أمين الله شيخ المحقق القمي شيخ عباس يقول زيارة أمين الله من الزيارات المعتبرة أكثر الاعتبار لزيارة أمين الله زيارة أمير المؤمنين ويزار بها كله إمار بس من ضمن الزيارات زيارة المخصوصة اللي جاي لزيارة أمير مؤمنين أول مرة تروح تزور الزيارة اللي من ضمنها زيارة آدم ونوح وهود وصالح تزور الحسين في نفس الزيارة وتقرأ يا صريعة دمعة الساكبة صحيح وقرين المصيبة الراتبة وجهت سلامي إليك من عند رأس عالي صلوات الله عليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة لا تأمن الدنيا وإن هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر وهل تأمن الدنيا وأسهم غدرها بها أقصد الهاد النبي المطهر فلله يوم وأي يوم وأي يوم يقول ابن عباس يقول رزية الخميس فلله يوم في الوراج جل وقعه به أفجعت بنت النبي وحيدر وفاطمة الزغراء ثاكلة به وحمزة والطيار في الخلد جعفر تنوح ام الاحسين ابدمع جاري تنوح ام الاحسين ابدمع جاري يا بو يظلم على فراقك نهاري يا بوبراهيم يا صفوة الباري بعد فرقاك رأت الكون يظلم يا بوبراهيم يا مخدوم لملاك ديقل شلون صبر خلاف عينك يا بو يا منبرك مو حش بلياك وصار الفقدك المحراب مظلم يعني وين ما ترمي بصرها تذكر النبي وتشوف الآثار يا بوبراهيم نورك من خفو غاب غدت ظلم المدين الكثر لم صاب عليك الحسن يبش وقلب غن صاب واخوه حسين يبش بدمع من دم جاءت جاءت إلى قبر أبيها والمعنى عندك وبقلبك يا مؤمن جاءت ممكن إحنا الخطباء نقرأ أبيات قصائد من شعراء من راثين لكن أكو رثاء هي الزهراء قالته هو الإمام أمير المؤمنين قاله هو الإمام المعصون قاله إجد تأخذ الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وتتبعها ابنتها زينب هو أم كرثوم جايين للعزية أحد ما جاوب فاطمة من ألقت خطابها من قالت من صدعت فيهم بالحق أحد ما جاوب فاطمة وين راحت يقول ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العدات معيني أبتاه ذا السامري وعجله تبعى ومال الناس عن هاروني أي الرزايا أتقي بتجلد هي في النواء بما حييت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ظلعي أم سقوط جنيني أم نخبهم حقي وفاضل نحلتي أم جهلهم حقي وقد عرفوني يعرفون منه أنا جاءت جاءت وقبضت قبضة من التراب الشريف وتنفست الصعداء وقالت ماذا بات ماذا على من شم تربة أحمد ألا ويشم مدى الزمان غواليها قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كلت تسمع صرختي وندائها أبا صبت علي ما يحشمون في الزهراء صبت علي مصائب لو أن لها صبت على الأيام صرنا لياليا قومك يا أبويا ما رعوني قومك يا أبويا ما رعوني بس ما غبت عني ولوني بدنا رجوني وروعوني ومسيات خنبوية أضربوني وحتى جنيني سجطوني وبر المدينة ومن البجعلك منعوني أولي أولي من غبيت يا سيد البري رجنة أصحابك جاهلية من دار جون شلون جاية أولي ودارت ودارت رواي الشر علي أولي إنها ضعايل ساعدي ولطمة عيوني هاي الأبيعة اللي تتوق إليها هاي الأبيعة اللي تخليك الجاوب يا الخطيب إنها ضعايل ساعدي ولطمة عيوني سوط الرجس والرم يا أبو القاسم امتوني هجموا علي بيتي وما أحد أقف دوني نغبة ونحلتي وصابرة والصبر شمدو أولي شمدو بنا تصبروا قلبي كله جروح ثاكل بيام اللي منعوها من النوح يا أبوي كل يوم أخذ السبطين واروح بين القبورة بجي ونرجع وقت الغرو يا ويلي يا ظلالي الظافي لعد قطع وظلالي شلون محاربة أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي وارجع وعاين من برك يا أبوي خالي خالي اقروا إياي بعدك يا أبو إبراهيم قلبي شلون ميذو قالت وانا علدي شجاعت دير هالعالم يمين بس بالصبر وصيت يا سلطان المدين جومك عليغ قلوبهم تغلي أبضغين بدر أحد وحنين بيغ صار مطلو المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمين آل محمد تعالة الله والملائكة والناس أجمعين قول إمامنا الباقر عليه السلام من عرف فاطمة صلوات الله عليها فقد أدرك ليلة القدر بما أننا نستقبل الليالي الفاطمية وأهل المجلس ومن أقد المجلس أحب أن يكون المجلس على الزهراء خرام الله عليه وهذا اختيارون يدلل على العقيدة الراسخة في من عقد هذا المجلس وعلى القائمين وعلى العارفين بمقامات الزهراء المقامات الملكوتية الأرثانية النورانية إمامنا الصادق يقول فاطمة حوراء إنسي إنسي وعلى معرفتها دارة القرون الأولى حتى يكون حديثنا حديثا استدلاليا من كلام أهل البيت لا إنشائيا وإن كان الخطيب والقطباء يحتاجون إلى الإنشاء والكلام الإنشاء ولكن حتى إنشاءات حتى إنشاءاتنا هي من عمق القرآن ومن عمق رواية أهل البيت عليهم وضل الصلاة والسلام شرط أن نكون واعي بالقرآن والوعي بالقرآن لا يكون إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام الحمد لله أنا دائما أوفق أن أذكر ولو في كل مجلس هذه اللبتة أحدهم يأتي لإمامنا الصادق عليه وضل الصلاة والسلام وكذا تعودت الناتجي حتى لو لم يكن المورد هذا شوف قايح يمر لأن أهل البيت هم يوجهون خدامهم ولا لا قوة فينا ولا إمكان ولا كذا هم يوجهون خدامهم واحد يخلص العمل لأن أهل البيت هم مخلصون الله خاطبهم إلا عبادك منهم ماذا مخلص مخلص مو مخلص مخلص يعني الله استخلصه قرآن ماذا يقول أنا أهل البيت أنا أهل البيت أستخلصه يعني الله هو يعننا واصطنعتك لنفسي تصناعة الله ثم يقول اذهبا إلى كل أورا ما أنت صناعتي أنا أصطنعتك لنفسي الله ما محتاج للأنبياء أو للبشر لكن الله يقول يريد يكرم موسى يريد يكرم الأنبياء واصطنعتك لنفسي يعني أنت يا موسى صناعت كل الأنبياء الله يخاطبه بواسطة وكلم الله موسى فاكليمه لكن صناعة الحبيب أو صناعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أعظم أثرا وهو المستخلص هو وأهل بيته خلوصا واستخلاصا عظيما من قبل الله قال يا رب ومن هؤلاء الذين هم تحت الكساء شوف الله يعرف النبوة لمثلها رسول الله صلى الله عليه والإمامة التي يمثلها الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين والتسعى الذين هم في صلب الحسين أنا ذا يعرفهم بماذا حديثنا عن معرفة فاطمة الزهرة ولا أستطيع أن أتعمق كثيرا بمعرفة فاطمة نحتاج إلى مقدمات ومقدمات ومقدمات حتى نصل إلى فاطمة لكن نجعل كل هذه الأحاديث هي مقدمات لمعرفة فاطمة ترور معرفة فاطمة يكون نتيجة قل هل يستوي الذين يعلمون يجبون لا يعلمون إذا عرفت فاطمة تصير مسؤولية ما الهدف تعرف فاطمة ما عرفت فاطمة هدف للوصول إلى رضوان الله رسول الله يقول إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك لفظ آخر نفسه كأنما الرسول هنا صلى الله عليه وآله يخاطب فاطمة بينه وبين فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك هناك لفظ آخر إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فاطمة هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب المجموع هناك خاطب صاحبة الشأن إذن هذه معرفة أيضا مركزية الرضى الإلهي ومركزية السخط والغضب الإلهي والعياذ بالله فاطمة الزهراء واضح يوم واضح هنا النبي صلى الله عليه وآله ما يقول إن فاطمة ترضى لرضى الله وتغضب لغضب الله لأن هذا تحسين حاصل والأنبياء ما يتكلمون تحسين حاصل حتى لو شفت تكرار في القرآن الكريم لبعض القضايا هذا التصريف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل هذا التصريف هذا التكرار هذا الترديد من أجل أن ترسخ المعلومة في فكر الإنسان شوف القرآن ماذا يقول في سورة الملك في سورة تبارك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ارجع البصر كرتين يعني راجع يتفكرون في خلق السماوات هذا التكرار هذه المراجعة اللي عندنا في فقه الشريعة أدنى من أصول أخلاقيات الشريعة محاسبة النفس حاسب نفسك محاسبة الشريك شريك إمامنا أبو إبراهيم الكاظم عليه السلام يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة فإن عمل خيرا استزاد الله منه وإن عمل سوءا استغفر الله منه أحد الشباب قبل يومين ثلاثة يجب بعد المجلس في منطقته وسأل هذا السؤال يقول أنا إذا إجن علي الليل أحاسب نفسي إلى أن أصل إلى درجة الخوف إلى أن أصل إلى درجة الأضطرار إلى أن أصل إلى درجة أنني أخاف وأن أنام أخاف ما أستطيع إلى درجة أنني أوجد إلى درجة إلى درجة إلى درجة إلى درجة قل لك كلمة واحدة لا تفرت بهذا الجانب لا إفراد كن بين الخوف من ذنبك ورجاء الله للمغفرة إلى أن قال قام يتكلم 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 إلى أن قال حتى هذا الشعور يشعرني أني أنا ما قدر أقوم أصلي يكسلني عن الصلاة لذلك الشيخ ندي مستاني ماذا يقول عليها الرحمن شيء حسن فقيف عالم تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم وجل يعني من الخوف طمع يوما ولا وجل لا هو لا هو الرجاء خلاه يعتمد على الرجاء فقط دون عمل ولا الخوف من الذنب أوصله إلى هذه الحالة النفسانية الوجل شدة الاضطراب شدة القلق موازنة حياة الإنسان شخصية المؤمن هكذا أيها الشباب سمعوا أقول أيها الشباب لأنهم أصلبوا عودا وأسرعوا إلى كل خير وإلا الكلام طلبوا العلم من المهد إلى اللحد بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة قال يا رب احنا بالدنيا قدم الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيه قال لا الله يريد يقول لك خل الآخرة نصف عينك خل الآخرة هي اللي تسوي قراراتك الموجودة لأن نسيان الله ونسيان الآخرة شي سوي قال للإنسان بطران يقول صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا هادما للذات فإنه ما ذكره مؤمن إلا وهانت الدنيا في عينه متى تكبر الدنيا متى تصير أكبر هم والعياذ بالله أكبر هم من الإنسان إذا نسي الله لذلك أدعية لإمام وزين العابنين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سألون أمير المؤمنين كذا الدنيا والإنسان قال لا يلام الولد في حب أمه ربيعة الحال ويعتبر الدنيا أمه لكن لا ينغمس الإنسان نحن عندنا في الروايات الدنيا إذا أقبل الدنيا يعني كل شيء كل مظاهر الدنيا إذا أقبلت على المؤمن فهو أحق بها من غيره كثير يجوني يقولون أنتو الخطباء زهدون الناس عن الدنيا وتخوفون الناس والدنيا كذا في المقابل تناقض لكم يعني هذه الرواية في تناقض لا والله لا آيات لا والله حاشا لله أن يكون هذا الطرح طرح القرآن وطرح الموجه للقرآن وهم ترجمان القرآن وجعلكم الله تراجمة لوحيه أن يكون متناقضا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بمعنى اجعل الآخرة نصب عينيك اجعل الموت أمامك إذا جعلت الموت أمامك ما تخطئ لظلم الناس لذلك نسوا الله فأنساهم ماذا نسى الله فأنساهم أنفسهم رح يسرق رح يقتل أخاه إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلف لأن نسى الله فأنساهم أنفسهم ما يراعي بعد سرق فلان سرق كوت فلان عرق جبين فلان طبعا بأي لحاظ السرقة تصير بأي لحاظ بأي لحاظ بالغصب بالحيلة بالدوغال مثل ما يقول العراقيين دوغل لفوا دوران جنبزة بكل التسميات الموجودة اذكروا هادم اللذات فما ذكره مؤمن إلا وهانت الدنيا في عينه إذا تهون الدنيا في عينك تصير صغيرة تقدر عليها لا تقدر لا لكن إذا كمرت الدنيا ثقيلة تصير لذلك تعبر الرواية تقول من القرآن يقول وجاءت سكرة الموت بالحق الرواية تقول ساكرات الموت ساكرات الموت يعمل الإنسان يعمل نعم الدنيا إذا أقبلت على المؤمن فهو أحق بها من غيره لن يعرف وين يود حق الله ورسوله لكن غير المؤمن أنا ربكم الأعلى لا أريكم إلا ما أرى والهداية من صوبة ولا أهديكم إلا سبيلا الله بتلشت البشر شوف الدنيا حليا لكن أحلى منها رضوان الله كل من عليها رحنا جين كذا خلاص معروف المآل معروف الذي خلق الموت يقدم الموت على الحياة يا رب طبيعة الحال طبيعة للبشر شون تقدم الحياة على الموت قال ريب نخلي الموت نصب عليك قلت لك كلامنا يكون استدلالي وإن شاء من القرآن ومن روايات أهل البيت عليه وبر الصلاة والسلام أهل البيت يعطونك أفق عظيم من معرفة الزهراء سلام الله تعالى عليها بأن المجلس ذكر الزهراء عليه السلام من عرف فاطمة من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدم حوراء إنسي يقول الصادق حوراء حوراء من الحور سميت حور من الحور عيون هم غير لذلك أكو واحد لا مو أحوال ولا قولات بعيونه بس فيه انحراف خفيف جدا هذا الانحراف الخفيف جدا هو جمال العين يسمون عيون حوراء هكذا وحور عين هو هذا حوراء بمعنى الجنب الملكوتية في الزهراء إنسية الجنب البشرية في الزهراء لذلك نحن نقرأ الزهراء من الجانب الملكوتي ومن الجانب البشري قل إنما أنا بشر مورده في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله نقرأ في القرآن فإذا سويته ونفخت سويته يعني الجانب الجسدي قال ونفخت فيه من روحي يعني شنو يعني الجنب الملكوتية الروحانية أيضا في رواية المعصومين الإنسان أنا وأنت كل البشر قبضة من تراب نفحة من روح إذا طلعت الروح يصير قبضة التراب تتلاشى في التراب كما بدأنا أول خلق نريده ولقد جئتمون مرادة بس واحد يحملي يا زاد زاد معرفة الزهراء ثم ماذا يقول وعلى معرفتها دارت القرون الأولى شنو على معرفتها دارت القرون الأولى إمامنا الصادق يوجه المعنى يجيب يقول إذ ما تكاملت نبوة نبي من الأنبياء حتى أقر بفضل فاطمة شنو معناه يعني الأنبياء يدخلون دورة تتخيفية تدريبية ألمية معرفية أرفانية مو أرفان الناس العادية ولا دورات تتخيفية الناس العادية لا لا وعنوان هذه وعنوان هذه الدورة وعنوان هذه المعرفة دائرة قطب رحى الوجود فاطمة هي قطب رحى الوجود فاطمة هي قطب رحى الوجود خلي سمعون الناس لأن وين إمامنا الصادق يقول وعلى معرفتها دارة القرون الأولى قرون الأنبياء ومن آمن بالأنبياء أنت يا آدم أقررت بفضل فاطمة مخول تكون نبي أنت يا نوح أنت يا إبراهيم أنت يا موسى أنت يا عيسى بما فيهم الحبيب المصطفى محمد وذا تريد الدليل نحو تعامل رسول الله مع فاطمة منه يقول منه قال من الأنبياء في البشر من الأولياء يسمي بنته أم أبيها منه اللي إذا يريد يطلع من المدينة آخر عهده ببيت فاطمة وأول عهده من يدخل لمدينة بيت فاطمة منه اللي يقول يقوم لبنته إجلالا واحتراما منه اللي قال هذا دليل على شنو ما تكاملت نبوة نبيحة بما فيهم رسول الله لا تكتمل نبوة الأنبياء إلا بالإقرار بفضل فاطمة وعلى معرفتها دارة الفرواة أنا إذا أنا وأنت نجريد نعرف فاطمة معناه نحن في هذا الخط اللي أحصي نحن وياه وكونوا مع صادق زين بعد المورد الآخر لما أن اجتمعوا جميعا تحت الكساء الله قال ما خلقت سماء مبنية حديث الكساء ولا أرضا مدحية ولا كذا إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء جبرائيل مخوّل أمين وحي الله في بعض الروايات هو روح القدس وفي بعض الروايات لا روح القدس خلق أعظم من جبرائيل قال يا رب بس يبدو من خلال الروايات والآيات أنه هو روح القدس قال يا رب ومن هم الذين ومن الذين هم تحت الكساء الله يقول لا هم فاطمة نظرة يا فاطمة ليلة تبدفن نظرة لحظات الأحتضار نظرة ما عدنش ما عدنغير نشاء فاطمة النظرة تقضى الحوائج نظرة يفك الأسراء نظرة يشفى الأمراض والمرضى نظرة يغير هذا الحال نظرة 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 طلاب الحوائج لحظات نزع الروح كونتين كونتين موجودة يا فاطمة عملنا لا نرجو بهذا عمل من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القادر أكل بعض يقول أن معرفتنا بتاريخ فاطمة فاطمة أمورها واللي جر عليها كذا هذا الإيمان بكل هذا إذا ما آمننا ما يسوي خلل في إيماننا لا يا عمي إلا هو عمق الخلل عمق الإنكار يقول مو مهم شو صار فاطمة مو مهم الإمام المعصوم يقول نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا لأن هذا هم فاطمة عرف النبوة وعرف الإمام بفاطمة والحديث القدسي ولولا فاطمة لما خلقتكما صمام أمان فاطمة سيدتي وموناتي الشفاء حاصل عليه إن شاء الله بس هذا هذا عند المعاينين عند المعاين يا فاطمة ما لي ربط بالدين آمنت لو ما آمنت بما قضايا فاطمة لا لا لي ربط في قبول الطاعة والعبادة فلذلك احنا نعتبر فاطمة ميزان نريد نشوف إيماننا صح لو مصح نخلي فاطمة هي الميزان شوف ثقافتنا ديننا عقيدتنا ما نؤمن به ما نرجح رأي على رأي نؤمن برأي نرجح رأي ننكر رأي فاطمة ترضى يوما ترضى يرضى الله لرضاها إذا رضت رضى الله إذا سخطت ولا يا ذو بالله يدخل عليها علي تخلون عليها نساء المهاجر والأنصار تخلون عليها أبنائها كلهم قاسم مشترك أدو كيف أصبحت من العلال وتعطي لكل مقام جواب مقام مثال مهاجر أنصار قالت أصبحت والله قالية قالية يعني من القلاء يعني مغض رضب سخط لرجالكم آئفة لدنياكم فإلا لا أهتم وراها ثم يسألها علي كيف أصبحت من العلال جزايد عليك اليوم يا زغرة لوجين بطلي ونينك ذع بقلبي لا توني أم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي أولادك بالبواجم ذوبيني قالت يا حيدر فرقوا بينك وبيني بوداعة اللمسة أفرعنك يا بحسي من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه زوج عقب عيني أبو حسين بأمامه تريد تحفظ أولادها بس الله الله عقب عيني بها اليتامه سكيين خواطره منشف دمعة العين قومين إن شاء الله يا فاطمة ولوذون أولادك بعباتك وانتي نظل أوالي نادة دمع العين منثور هذا حاج أحمد من حاج عباس العالي ويالله إذا عندك حالة نيحة نادة دمع العين منثور حيدر علي يا أبو هلبدو كيف الدوى والظليع كيف الدوى والظليع مكسور مأجور 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 يابو حسين وكل واحد كان يجي كل واحد إليه صفة واجمع اصحابك عقب موتي تعرف منو من العطية هذا واجمع اصحابك عقب موتي وجغزوني وطلعوا الجنازة بليل خفيا وادفنوني واللي اكسروا ظلعي وبالباب احصروني لا يحضرون جنازتي يمشي دني سووا ما قصروا يا مرتضى رضى واغلوعي اليوم من ضرب الرجيس ما سكن روعي بعدي على المختار بعدي على المختار ما نشفة دموعي ردلي ولطمني فوق خدني ومحجر العين ترجعين على الذكريات يا فاطمة قالت بلى وانت تشوف يا علي اقرأ اقرأ لا اتبع وانت تشوف يا علي وتسمع وانيني واقف على راسي ولطم خدني وعين وانلتخي واصيح يا فضيح يا فضيح ادركيني وياي لطمة عيوني وخرجنيني وصدري ينصى بس كل هذا تحملته بس شعية واحدة ما تحملته وردوا لك وقادوك يا ليثل الحرايب وانت الذي من باسك تموج الكتايت والله افعالك يا علي تراوي عجايب شايف بحبل تنقاد وانتليث بالغا فاطمة انا بعد ما جروح له قالها ودموع تحدرت يام حسن سمع سمع وحسين تدرين انا المعروف فارس بدر اسلب الفوز الشوس بس بلحظة العين وغصبا علي اليوم يتخرج لشكتا شا اسوي وانا مفارقة يا علي صبري مثل صبري يا بيت خير البريات هذا من ابوتي المصطفى موصي علي وانا شبيدي وقيدت زندي سيف بيميني واسمعوني نتشور البار نفس المعنى هذا قال ملعطية في مورد آخر يوم جسلمان يقول له رجع يا فاطمة علي أمر قالت سلمان والله يا سلمان الرجس دمي برقبته اسمع 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 والله يا سلمان الرجس دمي برقبته وحق والدي جنين الحشة مات وطرحت قصنا غلاكي من اللي فيه والله وحرفته هذا جزا المختار من عدغم يا سلمان ولي لتلومني ظلع الكسار ما قصروا بينه عديمين لم جلك ما تدري غل عبد بي وويله وويله سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى أنا ظلع الكسار وويله ويش هالمصائب عاد ويش هالتوصيف يا من العطيين ذابت قلوب شيعة فاطمة ترا إلى أن يخرج المهدي يا ويلي خلنا نروح للحسين خلنا نعرج على الحسين خلنا نعرج على الحسين هذيك موارد أخرى يجي ويلقى نفسه على صدر أمه شوي شوي على أمك عاد إذا إجنا حية الخاصرة والأضلات صح قوم أبو علي قوم أنا جنيت جنيت بالمسجد وحسيت بالكسرة أحس قلبي يقلي ماتت الزغرة إجيت وجني طير وراجع الوكرة شفت النار وسط الدار مستعرة وشفت أبو علي قال أنا أحمر المسمار شفت ذاك صدر أمي عرفته قليت للمغتسل لازم أتابح أشوف أمي لحد ما ولا تسمح إجا الوالد يقلي بسرعة وادعها شوي يوم قام الحسين كان الحسين قام قام من عنده أضلع أمي فاطمة وشوي وشبت على صدر أم فاطمة شوي شوي ترى أثر المسمار قل لا أبو علي قوم لا تأذي أمك قل له فاطمة شوي قوم الحسين قالت لا خليه يورث كسر الأضلاع مني قال له هذا الباب وهي الرفسة وهذا الاتكاء من الشقي كله رايحين قلوا بالباب ها هالشقي صير عشرة من الفرسان أبناء الزنا والباب يصير الخيل والمسمار اللي نبت في صدر فاطمة يصير سهم الامثلث هل يقول عنا من العطية وسهم الامثلث ما ترك لحسين قوة أوالي يا أوالي يا زينب قومي خلف الباب ونتعل وياي عاد أنا علي الدموع وانت علوة نشاغج مصر عمنا وخلنا نتملي نشوف وين طاح ومات محسن دقومي وياي يم الباب ونحاة شيء ما نسمع كثير من شعراء ونخطباء حسين وزينب شيء يقولها دقومي وياي يم الباب ونحاة شيء نقل لشلون صدر ملحسن تاذي لو أنا أدري المصيبة والأذية البي وحق عينك يا زينب ساعة ما خليك لكن بالك ترفعين ثرها يعني هالباب بهشم نفحة عطرها بعد ابو علش عندك يا زينب بعد هالقعدة تظل ذكره بعد قعدة أنا وياك الحر أو أدعج والسيوم في الجسم من تظره كفيلك عن نهر لا يمنى لا يسره كفيلك 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 لا يمنى يالله 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 محدة مرمار مننا في ساحة وحده فارقوغ أحسين واحد واحد بلا كفيل والثاني واحد بلا كفيل والثاني راحت سليبة وروح في الغاء ويا راحت لننعرج عليك قال ليه الحسين ما أقدر أتحرك روح الشريعة يمكن تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسلسي فغي البتار مشت وقفت على نجز من الأرض مرتفع ما وصلت للعباس لأن شافة مقطع قالت دخي لك يا لم قطع بالشريعة للإدار ترج فوفي إلى الخيام ردي بغليتها آم يا الودي تدري بيام قطع يميني وليس قالت أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني زجر وخوة للإباروني قال هتعتبين يا زينب علي أنا وين راس وين وين راس وين جاوبوني اللهم صل على محمد وآل محمد أسأل أسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك الحسين الوجيه وجبه وأبيه والمعصومين بنيه فرج عنها يا الله بما أن المجلس معقول على الزهران نتوسل بهذا التوسل المجرب كما قال سيدنا المعظم آية الله العظمى الإمام السيد شهاب الدين المرعشي النجفي في هذا التوسل من المجربات مجربات الإمامية في قضاء الحوائج للدنيا والآخرة مريض عندك مرضى أمراضنا مرضاننا سراءنا حوائجنا غيابنا كل الحوائج ألحو على الله صغيرة وكبيرة اللهم إني اللهم صلى على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلى على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك اللهم شافي وعافي جميع المرضى المنظورين الشاب المؤمن المرأة المؤمنة شافي وعافي جاسم أقول الله يشافي ادعو له بالشفاء ادعو له بالشفاء الله يفرج عنه إن شاء الله هذه بركة أهل البيت وجود التواجد اللهم من على جميع المرضى من خصصناهم خصوصا بالشفاء العاجل رد الغرباء والمسافرين والزائرين والمؤتمرين من المؤمنين والمنات إلهي وسالمين وغانمين فك اللهم الأسرع وأقر ناظرهم بأهديهم وناظر أهنيهم بهم وفق الله هم القائمين على هذا المأتم الشريف ووفق اللهم وضاعف اللهم في خيراتي وأرزاقي وأعماري وبركاتي وحسنات مقيمي هذا المجلس للأخوة المؤمنين واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة يا كريم أخونا أبو علي استاذنا أنا وانا صغير شبك تقرأ على الحسين نحن نتعلم منك ونستمد طاقتنا من الله وإحلال البيت والحسين وأساتذتنا وخدامنا أسأل الله أن يعافيك أبو علي ويديمك إن شاء الله خادما مخلصا في هذا المنبر أسأل الله أن يعافينا جميعا ويفق جميع الخطباء وماك صغير ولا كبير في خدمة الحسين الأهم الإخلاص التمييز بالإخلاص إن شاء الله نسأل الله العافية إلى روحي المرحومة الشابة أزهار حسن الزاير المرحومة أزهار حسن الزاير رحم الله وموتى الموتى من أهل بيتها من عشرتها الموتى من أهل هذا الجمع والشهداء والعلماء الرضانين وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن وجب حقه علينا ومن لم يذكرهم ذاكر في هذه الساعة مؤسس هذه الحسينية إلى أرواحهم جميعا بلغ الله هم الفاتحة والصلاوات محمد والدك الفاتحة بسم الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله سمحوا لأننا إذا طولنا خمسين دقيقة قرأينا أن هذا مجلس مو عادلة مجلس هذا ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا